عزوف طلاب جامعة ترابلوس في ليبيا عن حضور محاضراتهم السبب خوف الطلاب من خطفهم وتجنيدهم في صفوف الميليشيات للقتال ضد الجيش الوطني الليبي وفق ما صرح به عدد من الطلاب لناشطين على مواقع التواصل ولا يبدو أن الخوف في غير مكانه طالب في جامعة ترابلوس قال لناشطين محليين إن الميليشيات اقتحمت الحرم الجامعي أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين وتقوم بحملات تفتيش على هواتف الطلاب وتلقي القبض على من يوجد في هاتفه مواد مؤيدة للجيش الوطني لا بل وبدأت الميليشيات بالبحث داخل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما ذكره هؤلاء الطلاب مصدر آخر أفاد للناشطين في مواقع التواصل من ترابلوس بأن الميليشيات تطلب من الطلاب الانضمام إلى صفوفها مقابل راتب شهري وسيارة عسكرية وسلاح الجهاز الأمني للجامعة أفاد بأنه يعاني من نقص في المعدات ولا يملك القوة لمواجهة الميليشيات لا سيما وأن حكومة الوفاق لا تدعم الجهاز المسؤول عن أمن جامعة ترابلوس يذكر أن الميليشيات في ترابلوس وفق تقارير تشهد نقصا في صفوفها بعد أن خاضت معارك طاحنة ضد الجيش الوطني الليبي قتل من عناصرها أعداد كبيرة فيما تفرق الباقي بين الأسرى والجرحى والهاربين أرفد الجنابي الحدث